كل بنود القانون مؤيدي لكن فيما يتعلق بتخصيصات قليم كردستان نرى بأن الأخوة حاولوا يعني مجارات الطرف الآخر في سبيل يعني لا يتم مهاجمة القانون بشكل أو بآخر وحرمان قليم كردستان من حقوقها الدستورية من هذا القانون وشعب قليم كردستان يعني التخصيصات للنفقات التشغيلية الحاكمة أيضا تنمية الأقاليم المناطق المحررة مناطق المادة 140 سنجار يعني هذه كلها لم تخصص إليه اسوة بالمحافظات والمناطق الأخرى أنا أعتقد هذه فقط لمراعاة باقي الكتل السياسية والشعب تمرير القانون ولكن يعني هذا ليس صحيح جزء من الشعب العراقي يتم حرمانه من حقوق الدستورية والاقتصادية من هذا القانون نحن نرى بأنه هذا يجحاف كبير رغم هذا كله ورغم كل هذا الحرمان واعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني نرى بعض النواب أو بعض يعني رموز العملية السياسية أيضا يهاجمون القانون ويقولون بأنه كردستان هو المستفيد الأكبر من هذا القانون يعني هذه بالحقيقة هؤلاء أصبحوا يعني إذا تمكنوا حتى لا يجعلون الهواء يصل إلى أقليم كردستان وشعب أقليم كردستان كأنه هذا الشعب جاء من كوكب آخر ويعيش على حساب بقية مكونات الشعب العراقي ويعيش على أقليم كردستان